لتحقيق مشاهدات عالية على قناتك أنصحك عزيزتي أن تكوني تافيها جدا وأن تكوني أكبر كذبة بالعالم أولا لازم تحطي عنوين يعني تثير الشك تثير الضم تثير وهي كاذبة ولما يدخلوا الناس على مقطع الفيديو يلاقوا شي تاني تماما مثلا راح تقولي أنك تعرضت للسرقة والدرع اللي أخدته من اليوتيوب انسرأ مثلا تقولي أنك تزوجتي بالسر وردة فعل أمك وصدمتها لما عرفت بالموضوع مثلا تقولي أنه تحكي أنه يوم زواجك والأصل مو يوم زواجك بس مقلب عاملتي تحكي أنك سويتي مقلب شرير بصديقتك ونكسر خاطرك من ردة فعله ومن صدمتها تحكي أنك قص شعر أخوك ومبهدلتيه ومقطعتيه وقاتلتيه وبالأخير بيطلع لنا هيك شي عادي مثلا أنك عملتي رحلة جوية أنك اشتريتي خمسين سيارة فراري أنك أكلتي ستميت شاطيرة همبرجر أنك غصتي بالبحر بدون جهاز تنفس أنك ما بعرف أي شي خارق للعادة حطيه بالعنوان وخلي المشاهدات عندك تصير مثل الله أو كوني تافهة مثلا أي شي تافه فيك عم تفكري فيه حطيه بالعنوان لا تخافي أصلا الناس بيحبوا تفاهي وبيجوا بيتفاعلوا معك وبتلاقي بتعليقات وبتلاقي أنت أخذتي أنت هيك بتكوني أخذتي أخذتي الفائدة من هاي الفيديو اللي عملتيه بس الأشخاص تنين عم فكرين حالا أنه عم يسووا لك إعاقات وعم يعني عم ينتقدوا شغلك وكل هالشي وما بيعرفوا أنه مواقع تاصل الاجتماعي أهم شي هو التفاعل مع أي منشور مع أي كلمة مع أي جملة مع أي شي مع أي مقطع مع أي صورة مع أي رأي مع أي قرار التفاعل هو مدير للأرباح مدير لعدة أشياء يعني مدير للنجاح بوقتنا الحالي أنا فقط حبيت أعطي هالفيديو كنصيحة لها أي وحدة بنت تنجح بقناتها حبيبتي يكوني تافا والبائي بيكون خدامك شكرا على المشاهدة